السلام عليكم حبيباتي السلام عليكم وشراكم إن شاء الله تكونوا بصحيحتكم ومهنين وبخير وعلى خير وقبل ما نبدأوا نسمعوا القسرة إن شاء الله يا ربي تكون خفيفة ضريفة على قلبكم نصلوا كامل على النبي اللهم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد البنات اليوم جي تكون بوحد القصة صغيرة على كل حال جبتها لنا الحبيبة أم أيوب لنقدم لها تحية كبيرة لها والجميع متتبعات قناة مطبخ وتدابير داداح ودائما الدعوة اللي نحب ندعيها لكم ربي يعطيكم منيكم قولوا أمين أمين يا رب العالمين جبتنا لحبيبة أم أيوب الأصل تاع خيط الروح ولاش عيطولو خيط الروح خيط الروح هذا القطعة تعدهب اللي تديرها العروسة تصدرنا بخيط الروح مع اللبس التقليدي الكاراكو يعني يزيد النصف المر العروسة علش عيطولو خيط الروح يخديرو العروسة في جبينها إبا قلق يحكيو باللي كانت بنيتا ماليها لبس بيهم يعني مرفهين ونسيبهم لي جاياني تزوج بالبنيتا التحون كان إنسان مليح مربي ولدي الفاميليا لكن كان قسو قسروحو يعني إنسان زوالي نهار العرس جاب المرأة ديالو سنسلة لكن تلمون قسيرة ما دارتش على رقبتها إبا لماما الأم ديالها زحفت توقت قالت بوه هدي ماشي سنسلة هادا خيط الروح قالت الحبيبة أم أيوب إنو تلمون صغير قالت هادا خيط الروح إنو مثلاته بخيط الروح داش الروح ما تبانش وهو تلمون كان صغير قريب ما يبانش سيبوغ سالي قالت بوه هدي ماشي سنسلة هادا خيط الروح أما لا لبابا يعني الأب بتاع البنيتا بش ما يكسرش خاطر نسيبو رفت هديك السنسلة اللي مدارتش على رقبات عبنتو وعلقها فيج بينها منتم ولا تعادة وخرجها لها شباب يعني مع شعرها وكاملا خرجها لها هاي يعني من هادا الحكاية ولو العرايس ونسة يديروا الخيط الروح فيج بينهم يعني فيج بينهم هكا ويحكموه بالمساسك مع شعرهم يعني شوفوا هادا الامتال ولا هادا الحكايات اللي مليحنا عارفوا الاصل ديلها كماش حال من حكاية حكيتها لكم مثلا حكاية مرت وقت الجلبانه والفول مرت زبال ديل المقفول مشنو هي اصل هادا الحكاية يعني حكيتها لكم ديجا يعني في بداية القاناة والقاناة تاعي والحكاية تاع اللي احبيتوها كاملة واضحكتو كاملة اللي فيه كفه لو كان زيدي لو الخفالة شفيتو عالقصة يا اخي هذا يا اخي دايما نحنا قولوا هاد المثل تاعي خلي 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 اللي فيه كفه لو كان زيديو الخفالة يبقى الاصل تح هاد القصة اللي حكيتها لكم ديجا ماليش نعودوها للمتتبعين نشدد دينا اللي يقولوا لهم على اسلامتكم ومرحبا بيكم يحكيوا بالليك بنيتا بدأتش تكيل مينتها من القصوات عراجلها قتلها يدير لي ويفعمني وحاقرني وحافسني وكلمتي يقع مجوز شمعه قتلها صار هكذا يا السنة يتشوفي أما لاتيك واحدة نهار جابت سحور البنتها قتلها هاكي كل يوم تديري له نصيب كل يوم تديري له نصيب في الماكلاد وتشوفي كيفاشي ولي كي الخاتم في صباحك المهم أما لاتيك هاديك البنتها تبعت وش قاتلها مهمتها لا يدو بي الله ولي تديري له السحور في الماكلاد يالو بشي ولي طايحها ويولي يعني كي ما قاتلها كي الخاتم في صباحك مالا واحدة نهار حبت تشاوري يما ها اسكي الراجل تسقم ولا لا 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 طيبة الشربة رفدت الغرف قالت يعني رفدت بالغرف هاديك يعني شويام الشربة وقاتلو هاك روح عند يما وقلها اسكي مليح ولا لا لا في الملح السيدكم مشي جاي بالخبر رفد هاداك الغرف وراح هبط من دارو تمشى تريق طلع عقبة هبط حذور رفد طرولي وراح بهاداك الغرف يتمشى به من دارو حتى لدار نسيبته كي طب طبع لان نسيبته وحلت قالها وش هاكي نسيبتي قالها راهي تقول لك بنتك هاكي دوقي ويقولي لي ايه قاتلو صحي تقولي دي وداقت قاتلو ايه قولي لها اللي في هيك فيه اللي كانت زي ديلو والخوف عليه مانت ها استوبي خلاص سيد كي جاي بالغرف من دارو هل عندي خلاص مانت ها راهيك طيب مياه بالمياه يعني ملاحد الامثلة اللي يعني قلنا شحل من مثل من الكلام ته ناس الكبار اللي ندو منو العبرة ودايمن كين امثلة بغي اكزامبل ما لبي شو لا تعرفوا هاداك الامثلة اللي يقول لك عاد تقزرزور تهني وتزور كانت امي الله يرحمه على بلكم كنت اشك فواكي كنت صغيرة على بلكم كين امثل والله يصدقوني جامي حفظتهم كانت امي كلمازوج ديجا ناس زمان اخي قول لك ابنة تزير هادرتهم معنى ومعايير هادروا غرب المعاني يعني غرب الامثل والمعاني وم بعدها عبخي ربي يرحمه ويسا عليها واللي سامورو فيان يعني كين كيما مثلا عاد تقزرزور تهني وتزور كيما مثلا كيما سيدي عبد الرحمن ومتعش تهني كانوا غير كبارات اللي روحوا يديروا زيارة ويروحوا يهني ابا كانت كي العويتقات وروح يقول لكي هادر قزرزور تهني تهني وتزور المهم كينش حال من مثل تع مثلا خلتوا ممدود وراح تعزيفي محمود ابا كانوا كي يربوا يعني يربوا بناتهم ويربوا ولادهم بالمعنى كيما مثلا كانت من جوسيبا السيوما مكاش لي ما قال كلها شمو يمتاكي كينا نحطوه الميدا تقولها طاب لبلا ما ما قلت لفهمة كينش تقول هاو ولاش ما حطيت يش الما الميدا دايمن تقولها الطاب لبلا ما 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 قلت لكي فهمة كانوا يربوا يعني الجيل بالمعنى وليبلكم المعنى يقعد غافي يعني يقعد ما تقضيش تنساهه مش كيما كي لما ما تتنو تتعيط كين كلامي يتحفر في القلب وتتفكره هذه هي حبيبة قلبي بالنسبة للحكاية والقصرة اليوم ونقول لكم حبيبة قلبي تهلا ولي في روحكم ودمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته